موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مشاهدينا الكرام من الفراء وما مكانته العلمية وما أقوال العلماء فيه ما آثار الفراء العلمية وما أهمية كتابه معاني القرآن وما سبب تأليفه ما الأصول التي خالف فيها الفراء البصريين سننقش ذلك في حلقة هذا الأسبوع من لسان العربي بعنوان الفراء أمير المؤمنين في النحو فكونوا معنا ألم بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب وموضوعنا هذا الأسبوع بعنوان الفراء أمير المؤمنين في النحو نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا دكتور حمدي بخيت وأستاذ اللغة العربية في جامعة جريسون التركية حياكم الله مرحبا بكم ونرحب أيضا بضيفنا عبر سكايب من الدوحة دكتور محمد خالد رهاوي أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية في جامعة قطر حياكم الله ومرحبا بكم دكتور حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أهلا بكم إذن دكتور حمدي حدثنا بدءا متفضلا عن الفراء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان للمدين ومع الفراء هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي من الديلم وهي منطقة قريبة من أذربيجان الآن مولى بني أسد الملاحظ أن كثيرا من العلماء السابقين كانوا من غير العرب كانوا من العجب نعم ولقب بالفراء وهو صيغة مبالغة على وزن فعال من فراء الكلام يفريه ولقب بذلك لإعناته الخصوم بالمسائل المعنتة مسائل الصعبة التي فيها الغاز وقيل لتقضيعه الكلام وفصاحته وبلاغته وما هذا ولذلك قال زهير وَلَأَنتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي تَفْرِي بمعنى هنا تقطع؟ نعم والخلق معنى التقدير تقدير نعم صحيح نعم ولد في عهد أبي جعفر المنصور العباسي سنة أربعين وأربعين ومائة من الهجر نعم ولد بالكوفة وتتلمذ لشيوخها وكانت الكوفة آنذاك يعني فيها كثير من العلماء الأفذاذ تتلمذ أولا على يد أبي جعفر الرؤاسي وهو علم من أعلام علماء الكوفة في النحو وتتلمذ أيضا ليونس بن حبيب البصري نعم وكان يلازم كتاب سيبويه يعني كتاب سيبويه أفاد منه البصريون وأفاد منه الكوفيون وهذه شهادة لما في الكتاب من أمور علمية متفق عليها حتى وإن صالفهم في بعض الأمور وبعض المصلحات لكن الإطار العام والموضوعات العامة الموجودة في الكتاب متفق عليها طيب حتى عند الكوفيين كان يعني تتلمذ كثيرا على يد أبي جعفر الرؤاسي وأوعز إليه أن يسافر إلى بغداد لأنها غاية الطالبين قال له لقد سافر إليها الكسائي وأنت أميز منه ولما سافر إلى بغداد والالتقى بالكسائي يعني ذهب إلى حلقة الكسائي والكسائي كانت له حلقته له مكانته في بغداد فسأله من مسائل أبي جعفر الرؤاسي وكان الكسائي قد درس على أبي جعفر الرؤاسي قبل ذلك وعرف مسائله من رؤاسي أستاذ الاثنين نعم الكسائي والفراء الكسائي والفراء لكن الكسائي بعد ذلك ذهب إلى البوادي وجمع كثيرا من كلام العرب وذهب إلى البصرة والتلمذ للخليل بن أحمد يقال أنه أنفذ كم قنينة من الحبر خمسة عشرة قنينة حبر غير ما حفظ نعم وعلماؤنا كانوا يتميزون بالحفظ العلماء الأوائل فأخذ يسأل الفراء يسأل الكسائي يريد أن يختبره حتى يعني يرضى بأن يكون أستاذا له بعد ذلك فأخذ يسأله من مسائل أبي جعفر الكسائي فيجيبه بغير ما عنده فغمز من معه فتنبه الكسائي لذا قال لعل لك من أهل الكوفة قال نعم قال أبو جعفر الكسائي يقول كذا وكذا وكذا والعرب تقول كذا وكذا ويخطئ كل ما قاله أبو جعفر الرؤسي نعم ثم بعد ذلك لم يقتنع بهذا بعد ذلك في مجلس بالرقة كان في ناس تكاثروا على الكسائي فكتب بعض المسائل يريد أن يخطئه فيها فأجابه فيها بالصواب وأجاب في غيرها بغير الصواب لما كان يشغله من أمور الناس نعم فلما عاد إلى بيته كتب إليه كل إجابات كل الإجابات كل الأسئلة بالصواب نعم وقال يعني ما يعني بمعنى الذي نقول يعني ما كنت أود أن تفعل أو أن يحدث هذا منك يعني لأنه أراد أن يتغفله نعم ليجعله يخضئ أما بالنسبة لطبعا بعد ذلك بعدما أجاب عن مسائله كلها بالصواب نعم يعني أقر الفراء الكسائي بالمكانة العلمية وراضي بأن يكون أساذا له نعم وتتلمذ له وصار تلميذا للكسائي أما بالنسبة لمذهبه العقدي لأن هذا الوقت نعم الزمن كان عاش في عصر المأمون وعصر المأمون كان في موضوع الاعتزال فبعض الناس يقولون بأنه كان معتزليا وبعضهم يقولوا كان من أهل السنة وأهل السنة يثنون عليه كثيرا يعني السيوط يقول وكان الفراء ورعا متدينة والأزهري يقول كان من أهل السنة ومذاهبه في التفسير حسنة والجاحظ وهذه شهادة من أهل الاعتزال يقول دخلت إلى بغداد حين قديمها المأمون سنة أربع ومئتين وكان بها الفراء فاشتهى أن يتعلم الكلام ولم يكن له طبع فيه يعني لم يكن معتزليا لأن الجاحظ معتزلي نعم هذه شهادة من الجاحظ سيذكر الرهوي أيضا أقوى العلماء أخيرا وفيته دكتور توفي سنة مئتين وسبعة من الهجرة وهو يعني راجع من مكة المكرمة نعم تأخرنا عليك دكتور محمد خالد الرهوي نرحب بك مجددا إذن ما أقوال العلماء في الفراء وما أبرز مؤلفاته باختصار طبعا كان الفراء علامة موسوعيا انتهت إليه إمامة النحو واللغة في الكوفة وكان أبرع الكوفيين وأعلمهم بهما وبفنون الأدب وهذا جعل له مكانة ومنزلة جليلة في نفس العلماء دعتهم إلى أن يثنوا عليه ثناء عظيمة من ذلك مثلا قول ثمامة بن أشرس المعتزلي يقول رأيت الفراء أبهة أديب فجلست إليه ففاتشته عن اللغة فوجدته بحراء وعن النحو فوجدته نسج وحده وعن الفقه فوجدته عارفا باختلاف القوم يعني هو ملم بعلوم عصره كلها تقريبا استعرى العلماء للفراء لقبا من المحدثين أو من الحياة السياسية يدل على أعلى درجات التعمق في المادة العلمية والفهم لشواردها والمعتاصة من مادتها ومواردها فقالوا الفراء أمير المؤمنين في النحو وابن الأنباري يقول لو لم يكن لأهل بغدادة والكوفة إلا الكسائي والفراء لكفا ولعظمة مكانته هذه قيلت فيه أقوال مبالغ فيها من ذلك ما قاله ثعلب لو لا الفراء لما كانت عربية ولا سقطت لكن هذا القول حقيقة مبالغ فيه لأن العربية باقية بالفراء ومن دون الفراء لكنه يدل على مكانته نعم يدل على مكانته لكن فيه نوع من المبالغة لكن الفراء أيضا اشتهر بقوة الحفظ والذاكرة وكان يستغني بحفظه عن الكتابة لذلك قال هند بن السري ما كان الفراء يطوف معنا على الشيوخ وما رأيناه أثبت سوداء في بيضاء قطع يعني لم يكن يكتب يعتمد على حفظه وذكرته يعتمد على حفظه وهذا الحفظ يعني جعله يملي كتبه كلها من إملاء ولم يعتمد على نسخة منها أو على كتب أخرى وما ذكرته المصادر من كتب لا تتجاوز أربعة كتب عنده منها كتاب سيبويه وكتاب ملازم وكتاب يافع ويفع وعندما مات قاله وجد تحت رأسه رؤوسه أصفاط فيها مسائل التذكرة وأبيات شعر لكن هذه الذاكرة القوية والقدرة على الحفظ جعلته يكتب ما يقرب من ثلاثة آلاف ورقة كما يقول الذهبين في سير أعلام النولاء طبعا وصلت كتبه إلى 17 كتابا وصلتنا خمسة كتب مطبوعة الآن واثنى عشر كتابا لم تصلنا أهم هذه الكتب هو معاني القرآن على الإطلاق وبعده المذكر والمؤنث وكتاب الأيام والليالي والشهور الحدود الحدود لم يصل إلينا وصل أيضا كتاب المقصور والممدود وطبع باسم المقصور والممدود بتحقيق ماجد الذهبي وطبع أيضا بعنوان المنقوص والممدود بتحقيق عبد العزيز الميمني الرجاكوتي الكتب التي لم تصل إلينا أهمها الفاخر في الأمثال والجمع والتثنية والنوادر والوقف والابتداء والمصادر في القرآن واختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف وفعلة وأفعلة وحروف المعجم وكتاب البهي أو البهاء وهو أصل لكتاب الفصيح لثعلة وكتاب المشكل الصغير والمشكل الكبير ولعلهما وهو الأرجح أنهما كتاب معاني القرآن خاصة المشكل الكبير لأنه ذكر ذلك في مقدمة كتابه معاني القرآن نعم له كتاب أيضا حروف المعجم هذه أبرز الكتب التي وصلت إلينا والتي لم تصل إلينا نعم بوركتا دكتور إذن دكتور حمدي من أشهر كتب الفراء كما ذكر قبل قليل دكتور محمد خارج رهاوي التي تمثل مذهبه النحوي بوضوح معاني القرآن عرفنا متفضلا دكتور بهذا الكتاب وأيضا بسبب تأريفه كتاب معاني القرآن من الكتب المهمة وعند النحات وعند المفسرين لأن التفسير بدأ بداية بكتب المعاني ولذلك يذكرون في كتب التفسير قال أهل المعاني ويقصدون ما كتبه من نحات يعني؟ ما كتبه العلماء أصحاب معاني القرآن أصحاب معاني القرآن نعم يعني الفراء معاني القرآن للفراء معاني القرآن للأخفش معاني القرآن الكسائي معاني القرآن وعرابي للزجاج وغير كثيرة بالعنوان نفسه لكن أيها الأشهر دكتور الأشهر معاني القرآن للفراء بالنسبة للذي يمثل النحو الكوفي مشهور جدا معاني القرآن وعرابي للزجاج مشهور جدا وخاصة عند البصريين أو الذين انتهجوا النهج البصري بعد ذلك لذا نجد من المفسرين من أفاد كثيرا من معاني القرآن وعرابي للزجاج خاصة الواحدي في كتابه البسيط يعني يعتبر أغلب ما فيه من كلام نحوي ولغوي أخذه من معاني القرآن وعرابي للزجاج نعم هذا معاني القرآن للفراء يعتبر تفسيرا لغويا للقرآن الكريم يعني تفسير المشكل في الأمور الإعرابية والأمور اللغوية وأعراب القرآن وفيه كثير من المصطلحات الكوفية ولذا يعد هذا الكتاب الممثل الحقيقية لمذهب أهل الكوفة نعم يعني لا نجد كتابا وصل إلينا في النحو عند المتقدمين سواء للكساء أو الفراء أو من سبقهما وصل إلينا يمثل نحو الكوفة في مسائله عندما يعني يشرح الآيات ويفسرها في معاني القرآن بوضوح يتبين المذنب الكوفي يتبين الأمر خاصة المصطلحات لأن المصطلح هو يعني عمد إلى كثير من المصطلحات الكوفية التي خالف فيها مصطلحات أهل البصرة وهذا الكتاب سبب تأليفه سبب تأليفه كما يذكر أبو العباس ثعلب أن عمر بن بكير وكان من أصحاب الفراء يعني كان من قضي الأمير الحسن بن سهل والحسن بن سهل كان يسأل عمر بن بكير في مسائل في القرآن الكريم وعمر بن بكير كان لا يجد إجابات لهذه المسائل فسأل الفراء أو طلب من الفراء أن يضع له أصولا يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة فهذه من الروايات التي ذكرت في سبب تأليف هذا الكتاب فطلب أن يجتمع الناس في المسجد وكان في المسجد مؤذن وقارئ للقرآن الكريم فطلب منه أن يقرأ الفاتحة فأخذ يقرأ الفاتحة وهو أخذ يفسر إلى أن أتى على القرآن الكريم كاملا ووصل إلى ألف ورقة كما يقولون وحضره كثير من العلماء وطبعا التأليف بدأ أو ابتدأ من سنة 2002 إلى سنة 2004 سنة 2004 من الهجرة يعني يولف فيه سنتين تقريبا استغرق يعني تقريبا وكان في حدد أيام الثلثاء والجمعة من كل أسبوع من كل أسبوع نعم ثلثاء وجمعة إملاء إملاء ويحضره العلماء ويحضره العلماء والقضاء وغير هؤلاء هذا كتاب مبارك نعم كتاب مبارك وأملاه من حفظه لأنه كان يتميز بالحفظ ولذا كما ذكر أخونا الدكتور هندا بن زميله صديقه الذي كان يعني يدرس معه كنا نطف على المشايخ فما وجدناه وضع سوداء في بيضاء قط يعني وإنما كان عندما يشكل عليه الحديث أو الشيخ سوداء في بيضاء يعني مبداد الحبر الأسود نعم يعني لم يكتب شيئا نعم وإنما يطلب من الشيخ أن يعيده مرة أخرى وكان يحفظ نعم كان يحفظ ولذا كتب وضعها من حفظه وكتابه هذا المعنى القرآن الفراء وضعه بعد كتابه الحدود في النحو رحم الله الفراء وجزاه خيرا نعم إذن مشاهدين الكرام قبل أن نعود مرة أخرى إلى الدكتور محمد خالد الرهوي فنتوقف إياكم مع فقرة ديوان العرب ستكون هذا الأسبوع مشاهدين الكرام مع قيس بن الملوح مجنوني ليلى قيس بن الملوح لقب بمجنون ليلى لهيامه في حب ليلى العامرية التي نشأ معها ورفض أهلها أن يزوجوها به فهام على وجهه يتغنى بحبه العذري قائلا تذكرت ليلة والسنين الخوالية وإيام لا نخشى على اللهو ناهية وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا يقولون ليلى بالعراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداوية فلو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موته تدالية ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدى سهيل لأهل الشام إلا بدالية فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى لي أعد الليالي ليلة بعد ليلات وقد عشت دهرا لا أعد الليالية أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو اشبهه أو كان منه مدانية فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت بالية وإني لأستغشي وما بي نعصة لعل خيالا منك يلقى خيالية ألا ليت شعري ما لليلة وما لي وما لصبا من بعد شيب علامية وإن ميت من داء الصبابة فأبلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام في لسان العرب وما زلنا مع الفراء دكتور محمد إذن ما محتوى كتاب معاني القرآن؟ عموما محتوى كتاب معاني القرآن للفراء مواد لغوية ونحوية وصرفية تطبيقية أكثر منها نظرية لكنها مرتبطة بالقرآن الكريم وهي نوع من البحث اللغوي في القرآن الكريم لذلك نجد فيه النحو وأصوله والصرفة كما نجد فيه إعراب القرآن الكريم ومشكلات الإعراب وغريب القرآن والقراءات وتوجيهها ونجد أيضاً أساليب العرب في الخطاب فنجد مثلاً هذا مما تستعمله العرب وهذا مما لا تستعمله العرب أو هذا تستعمله العرب بمعنى كذا وكذا وللتحديد أكثر تناول الكتاب المفردات والتراكيبة القرآنية التي رأى الفراء فيها غموضاً وإبهاماً أو إشكالاً في الدلالة أو الإعراب وتحتاج إلى بيان يرفع أو يدفع ذلك كله ولهذا فهو أقرب إلى التفسير اللغوي والنحوي ولكن حجب التفسير بتفسيرات لغوية نعم هو ليس تفسيراً على مذهب المفسرين بدلل أن القدامى يصنفونه بالمعاني وقال أهل المعاني وقال أهل التفسير والفراء نفسه يفرق يقول عند أهل التفسير أو قال أهل التفسير ويحتاج بكلامي إلى تفسيرات لغوية لشرح غريب القرآن غريب القرآن والإعراب وكل ما يشكل من زاوية العربية من على مستويات المعجم لذلك كان يتناوله على مستويات لغوية عدة مستوى المعجم والصوت والنحو والصرف والبلاغة وغير ذلك ويعتمد في ذلك على كثير من النقول التي يرويها عن عرب بسمعي هو عن من يثق بهم من الفصحاء الأعراب أو بروايته عن الكساء أو بحكايته عن يونس بن حبيب يونس بن حبيب من الشعر والنثر والأقوال والأمثال واللغات وكان يأخذ بالقراءات القرآنية بمختلف دراجاتها المشهورة والضعيفة والشاذة كما يأخذ بالأصول المعتبرة عند النحاء من سماع وقياس وتعليم ولكن المدهب الكوفي كما ذكر الدكتور حمدي واضح في الكتاب طبعا الكتاب يعد المصدر الأهم للنحو الكوفي والمباحث النحوية فيه من أوسع المباحث فلا تكاد صفحة من صفحات الكتاب تخلو من حديث عن النحو أو ذكر شاهدي من شواهدي أو حكم أحكامي أو قاعدة من قواعده فالكتاب رسم ملامح النحو الكوفي وأصل مبادئه ووضع مصطلحاته وأبان عن منهج الكوفيين في تذوق كلام العربي وتحليله واحتوى معظم آراء الفراء التي هي عماد المذهب الكوفي والمنبع الذي استقى منه تلاميذه وأتباع المذهب الكوفي عامة نعم دكتور أحمد سأعود إليك مجددا دكتور حمدي حدثنا عن نحو الفراء في كتابه متفضلا الفراء في كتابه معاني القرآن كان يوافق شيخه الكسائي كثيرا أو في أكثر المسائل والأصول لأنه درس عليه وأخذ عنه نهجه ولذلك نجد النحا يقولون ذهب إلى ذلك الكسائي والفراء أو قال الكسائي والفراء لكنه اختلف معه أيضا في كثير من الأمور يعني كانت له أراء خاصة نعم تختلف عن شيخه نعم نعم الكسائي من حيث الشكل ومن حيث الموضوع نعم من حيث الشكل الكسائي كان يحتذي في نحوه منهج المحدثين والقراء ولم يكن يميل إلى الأمور الفلسفية والتعليلية كثيرا إلا ما أخذه من أمور القياس وهذا أخذه عن البصريين لأنه درس على الخليل بن أحمد أما الفراء فإنه كان في وقت وفي بيئة يعني تعج بأمور الكلام والفلسفة فكان يعلل ويفلسف كلامه واختلف في كثير من الأمور التي نذكرها من حيث الموضوع مع أستاذه الكسائي يعني من ذلك رافع الفعل المضارع مثلا عند الكسائي ما فيه من حروف المضارع عند الفراء تجرده من الناصب والجازب يعني الفعل المضارع مرفوع كيف يتعرف يعني عن رفع الفعل المضارع يعني لماذا رفع الفعل المضارع يعني الذي نقوله للطلاب الآن يعني الآن المشهور هذا بالأمور نعم رأي الفراء نقول لماذا رفع الفعل المضارع يقول لأنه لما يتقدمه ناصب ولا جازب صحيح هذا كلام الفراء نعم النعمة وبئسة الكسائي قال إنهما فعلان وافق البصريين الفراء قال إنهما اسمان أخذا بقول العربي الذي بشر بأنثى فقال والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرق دخل حرف الجر عليه لما دخل حرف الجر على نعمة فقال إنها اسم نعم وبئسة أفعل في التعجب الكسائي ذهب مذهب البصريين بأنه فعل الفراء قال إنها اسم بدليل التصغير يَمَا أُمَيْلِحَا غِزْلَانًا شَدَنَّ لَنَا يَمَا أُمَيْلِحَا تصغير فعل التعجب فالتصغير يدخل الأسماء ولا يدخل الأفعال فقال إنها إن أفعل التعجب اسم وليس بفعل نعم ومع ذلك أيضا الفراء له نحوه الذي امتلأ معاني القرآن بهذا النحو وصار يمثل نحو مدرسة أهل الكوفة وخالف الشيخه الكسائي كما ذكرنا في هذه المسائل نعم إذن دكتور محمد خادر رهاوي ما الأصول التي خالف فيها الفراء المذهب البصري؟ بما أن آراء الفراء تمثل المذهب الكوفي وهو إمام الكوفيين فإن الخلاف بين البصريين والكوفيين يمكن أن نحصره في ثلاث مسائل كبرى الأولها الأصول النحوية وثانيها المسائل كلية وثالثها المسائل الجزية الأصول النحوية كما تعلم الكوفيون توسعوا في السماع من القبائل العربية وأخذوا من القبائل الأطراف حتى من أعراب الحليمات الذين فسدت السندهم بخلاف البصريين الذين ضيقوا القياس السماع من القبائل المغلة في البادية وبناء على ذلك توسع أو امتد السماع أو توسع السماع عند الكوفيين وضاق عند البصريين وأيضا الكوفيون لم يلجوا إلى التأويل والتقدير لأن كل ما سمعوه يقاس عليه بينما عند البصريين لجوا إلى التأويل والتقدير وإلى تصنيف كلام العربي إلى شاب ونادر ومضطرد وكثير وما إلى ذلك وإلى تخطيئة بعض العربي أحيانا أيضا اختلفوا في العلة النحوية الفراء اختلف مع البصريين في العلة النحوية في كثير من المسال فالمنادى المفرد العالم والنكرة المقصودة مثلا عند البصريين مبني على الضم لحلول نعم لحلول محل الكاف عندما تقول أناديك أما عند الفراء مبني على الضم لشباهي بالظرف المقطوع عن الإضافة كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد كما يقول الشنفرة إذا وردت أصدرتها ثم إنها تثوب فتأتي من تحيط ومن علو يعني هو الخلاف في العلة النحوية هنا هي مبني على الضم مثلا المنادى والنكرة المقصودة الخلاف على العلة النحوية بين البصريين والكوفين نعم الخلاف في العلة النحوية والعلة أصل من أصول النحو الأمر الآخر المسألة الثانية أو الأمر الثاني الذي اختلوا فيه هو المساء الكلية التي لا تخص بابا بعينه من ذلك مثلا البصريون ذهبوا إلى أن الفعل ثلاثة أقسام الماضي والمضارع والأمر بينما ذهب الفراء إلى أنه ثلاثة أقسام الماضي والمضارع والدائم ويقصد به اسم الفاعل أما فعل الأمر عند الفراء فهو مضارع مجزون بلا أمر محذوفة كذلك في الاشتقاق مثلا ذهب الفراء إلى أن الفعل هو الأصل في الاشتقاق وأن المصدر فرع منه بينما ذهب البصريون إلى أن الأصل هو المصدر والفعل مشتق منه أو فرع عليه أيضا في مسألة الإعراب جعل البصريون أو فرق البصريون بين ألقاب البناء وعلامات الإعراب بينما عكس الكوفيون في معظم المسائل فجعلوا ألقاب البناء علامات للإعراب وعلامات الإعراب ألقابا للبناء كما في اسم لا نافية للجنس المفرد وكما في المنادى وغير ذلك في قضية التضمين والإنابة الكوفيون يجيزون إنابة حرف جر ما كان حرف جر آخر والبصريون يلجون إلى تضمين الفعل معنى فعل آخر وهو كثير كما في قوله تعالى عيني يشرب بها المقربون بها هنا ممكن أن يشرب منها مثلا هذا يسمى إنابة نابة حرف عن حرف نعم هذا عند الكوفين أما عند البصريين أن يشرب بمعنى يرتوي لكن كيف يرتوي تضمين من لا يضمأ في الجنة نعم هم بصريون بحثوا في الفعل فضمنهم معنى فعل آخر والكوفيون أنابوا حرف الجر مناب حرف جر آخر وهذا باب واسع جدا في الخلاف بينهم المسألة الثالثة هي المسائل الجزئية وهي كثيرة جدا ضمها كتاب الإنصاف أبرزها باختصار دكتور أبرزها مثلا أن الفراء ذهب إلى أن مصادر الأفعال الثلاثية قياسية بينما ذهب البصريون إلى أنها سماعية أيضا مثلا إذا اجتمعت تان في أول المضارع حذفت إحداهما الكوفيون يقولون الأولاة المضارعة والبصريون يقولون الثانية أيضا مثلا أسماء أو الأسماء الخمسة نعم يقول الكوفيون ومنهم الفراء إنها معربة من مكانين بينما البصريون يقولون معربة من مكان واحد أيضا المثنى وجمع المذكر السالم الكوفيون ومنهم الفراء يقولون معرباء بالأحرف أن الوا والألف والليال هي علامة الإعراب بينما يقول البصريون إن علامة الإعراب مقدرة على هذه الأحرف إذن دكتور محمد نكتب بهذا القدر نرجو الاختصار أيضا لم يبقى من الوقت لكي نكمل الأسئلة دكتور حمدي إذن أكثر الفراء من التبديل والتغيير في المصطلحات النحوية التي وضع الخليل وسيبوه مع ضافتي إليها أيضا بعض المصطلحات الجديدة يعني أبرز المصطلحات الجديدة التي وضع الفراء نعم من أبرز المصطلحات التي وضعها الفراء مصطلح التقريب يعني اسم الإشارة الذي يأتي بعده خبر وبعده اسم منصوب على الحالية عند البصريين مثلا هذا زيد شاعرا يشبه الفراء يسمي اسم الإشارة التقريب لأنه يشبهه وبكانه نعم هذا التقريب نعم على التقريب المصطلح الصرف وهذا يقصد به النصب في بابين الصرف يعني النصب؟ النصب في بابين في بابين في باب الفعل المضارع المنصوب بعد الواو والفاء وأو والمفعول معه على أنه بدلا من أن يكرر العامل مرة أخرى صرفه إلى النصب نعم هذا مصطلح الصرف الخلاف وهذا المصطلح أيضا اقتران عن الفراء بمصطلح الصرف حيث يرى الفراء وتابعه الكوفيون أن المفعول معه منصوب على الخلاف نعم نعم يسمي الفعل المتعدة باسم الفعل الواقع نعم نعم يسمي الفعل يسمي الضمير المكني والكناية يسمي ضمير الفصل عماد يسمي النفي الجحد يسمي لا نافية للجنس بالتبريئة نعم يسمي حرف الجر الصفة يسمي حرف الزيالة حشوا ولغوا وصلة يسمي الظرف المحل يسمي يعني كثير من الأمور التي أتى بها الفراء في مصطلحاته هي مخالفة للمصطلحات التي ذكرها أهل البصرة نعم نعم أيضا إذن دكتور محمد سريعا بدقيقة وقل إن سمحتم منهج القراء الفراء عفوا في تفسيره معاني القرآن ما منهجه طبعا الفراء أملأ كتابه معاني القرآن إملاءا ولم يكتبه بيده ولذلك لا نجد مقدمة للكتاب ولا تبويبا للمسال النحوية أو الصرفية ولا خطة للكتاب ولا أسس اختيار المفردات أو التركيب التي سيتكلم عليها ذلك يمكن أن ندون عدة نقاط في منهجه أولها الاختيار والانتقاء هو يعمد إلى اختيار بعض المفردات أو التركيب من الآيات القرآنية وفق ترتيب السور ثم يقدم ما يعتقد أنه قد يشكل على الناس أو طلبة العلم ثانيا يذكر الآية ويذكر ما حولها مجملا ثم يبدأ بعد ذلك بالتفصيل أيضا ينتقل إلى إعراب كلمة معينة مستعرضا فيها ما فيها من أوجه إعرابية أو صرفية أو صوتية اعتمد الفراء في ذوقه أو على ذوقه في اختيار أحسن الوجوه أو تقويتها أو تضعيفها ولذلك كثرت عبارات ذوقية في كتابه مثل هذا لا أشتهي وهذا مما أشتهي وهذا مما أحب وهذا مما أكره أيضا نظرا لاختلاف المجالس وتعددها تجد الحديث مشتتا عن المسألة الواحدة مثلا تجده في المجلس الأول وتجده في المجلس العاشر وأيضا هذا أدى إلى الاستطرات فتجد حديثا مطولا عن بعض المسائل في مجلس ومكرر هذا الحديث أو تجد استكمالا له في حديث آخر في مجلس آخر كما نجد الحديث عن حتى فقد بلغ ما ست صفحات تقريبا ومع ذلك يقول أموت وفي نفسي من حتى كان الفراء يعني يرد أقوال من تقدمه وينتصر كثيرا لشيخه الكسائي وينتقد بعض الأراء ويردها أيضا ظهرت صور التعليل اللغوي جلية في كتابه وهو ما يظهر اهتمامه بالقضايا النحوية واللغوية كان لا أيضا من خصائصه منهجه أنه كان يفسر الآية بآية المقرأ أو على ضوء ما يقوله العرب وكان أيضا يعمد إلى اشتقاق مصطلحات جديدة بناء على ثقافته وفهمه كما مثل مصطلح الصرف اشتقه من مفردات القرآن صرف الله وجوعه أو الجحد مقابل النفي وجحدها ما استقلت وهكذا نعم شكرا لك يا دكتور في آخر دقيقة دكتور نختم بك إذن ما موقف الفراء من القراءات القرآنية يعني مع أخذ الفراء بالقراءات القرآنية في تفسيره لكنه كان له موقف من بعض القراءات التي يعني خطأها أو لحنها نعم وهذا كان ديدا كثيرا من العلماء السابقين للأسف الشديد من النحويين من ذلك قوله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك قرأ ابن كثير من كان عدوا لجبريل بفتح الجيم وكسر الراء من غير همزة قال أبو حيان وبها قرأ الحسن وابن كثير وابن محيصن يعني الحسن وابن محيصن من القراءة الثلاثة الشواذ ابن كثير من القراءة السابعة يعني القراءة لو أخذنا قراءة من كثير من القراءة المتواترة ماذا قال الفراء فيها قال لا أحبها لماذا لأنه ليس في الكلام فعليل أبو حيان يرد قال وما قاله ليس بشيء لماذا قال لأن ما أدخلته العرب في كلامها على قسمين منه ما تلحقه بأبنية كلامها كاليجام ومنه ما لا تلحقه بها كإبريسم فجبريل بفتح الجيم من هذا القبيل مما لم تلحقه العرب بكلامها نعم فهو كلام مقبول والقراءة سنة متبعة نكتب بهذا القدر إذن آخر جملة موقف عموما من القراءة القرآنية القراءة القرآنية هو بعض القراءات اليسيرة التي عابها لكن الموقف العام أنه كان يأخذ بالقراءات القرآنية ويفسر بها الآية التي كان يفسرها لأنه تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بقراءات أو تفسير القرآن بكلام العرب هذا موجود عنده في معاني القرآن كثيرا إذن لم يتبقى وقت مشاهدينا في ختام فقرة موضوع حلقتنا نشكر ضيفنا عبر اسكايب من الدوحة دكتور محمد خالد الرهاوي شكرا جزيلا لكم دكتور شكرا لكم أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع فقرتي من الذاكرة بعنوان قيس بن الملوح امضي قيس امضي أرأيت أنه لا يوجه إلي إلا أفعال الأمر لكن المفروض يكون فعل الأمر مبنيا على السكون اقرأ اكتب امضي قيس امضي أرأيت امضي بالكسر كيف وهذا وقتك يا أستاذ أجيبيه رجاء فأنا ما عدت أحتمل امضي فعل أمر مبنيا على السكون ويحدث حرف العلة من أمر المعتل الآخر أعربت ليلى الفعل امضي فعل أمر مبنيا على السكون علامة جزمه حرف حرف العلة من آخره وهذا خطأ والصواب أنه فعل أمر مبنيا على حف حرف العلة من آخره لأنه مؤتل الآخر مضى يمضي امضي حسن سعمضي السلام عليكم لا يا ضيبنا معاذ الله أن آمرك بأن تمضي معاذ الله أن آمرك يجب أن يكون الفعل بإخلاص فتح الراء نصبا وليس بحركة مختلصة أنا فقط وجه إلي فعل الأمر أمل ولكنني أصر على البقاء هنا وما حجتك جئت أخذ نارا جئت تطلب نارا أم ترى جئت تشعل البيت نارا قضاها لغيري وابتلاني بحبه فهلا بشيء غير لي لابتلاني أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في لسان العرب وها قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني عنوانها هذا الأسبوع من المتشابه اللفظي في سورة آل عمران الجزء الخامس نبدأ بعد هذا الفاصل حياكم الله مشاهدين الكرام في البيان القرآني ونبدأ من قوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم هذا في آل عمران وقال تعالى في سورة الفتحة يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم هنا دكتور إذن لماذا جاء التعبير كما في الآية الأولى بقوله بأفواههم وجاء في الأخرى بألسنتهم مع أن المقصود واحد هو الحديث عن المنافقين عن المخالفين مخالفين نعم ليس المنافقين نعم الآية الأولى تتحدث عن المنافقين الذين استحكم الكفر والنفاق في قلوبهم في الآية الأولى عن المنافقين عن المنافقين نعم يقولون بأفواههم والغلق على الأفواه يعني عندما تتكلم أو تنبئ بالمبالغة يقول تكلم بملء فيه يعني مبالغة في الأمر فهؤلاء المنافقون الذين ختم الله على أفواههم لماذا؟ لأنهم عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه في موضوع الأحد وما حدث منهم من أحد ماذا؟ قالوا عن المؤمنين الذين خرجوا القتال قالوا لو أطاعون ما قتلوا ثم يذهبون إلى صالح المؤمن يقول لو نعلموا قتالا لا اتبعناكم نعم مع أنهم رجعوا من الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش يعني الجيش كان قوامه ألف رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلاث مئة مقاتل وبقي سبعمائة وهم يعلمون هذا فلذا كان الختم يقولون بأفواههم مبالغة حتى يفهمهم نعم 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 أما في آية الفتح بقلوبهم نعم نعم بألسنتهم بألسنتهم قد تعمق النفاق في قلوبهم مثلما تعمق عند المنافقين وإنما كانوا قريب عهد بكفر فلذا نسبها نسبها قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا أسلمنا كانوا مسلمين لا لكن أمور كانوا قريبين من الكفر فلذا كانوا يتكلمون ببعض الأمور الخارجة التي لا تقبل من بألسنتهم أقل مبالغة أقل من أبي أفواههم نعم هكذا نعم نعم أيضا دكتور نواصل في البانا القرآني وفي قوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد في أل عمران وقال سبحانه في سورة الحج ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد نعم هنا دكتور لماذا جاءت الأيدي في أل عمران جمعا وفي الحج مثنا نعم في أل عمران الحديث عن قوم من اليهود هؤلاء اليهود قالوا في حق الله عز وجل يعني ماذا قالوا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق وقال أهل التفسير لما أنزل الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ماذا قال الحيي بن أخطب أو فنحاص بن عزراء في رأيي قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتم وقالوا مدام الحديث عن قوم فأتت الأيدي بالجمع أما آية الحج فقالوا نزلت في النظر بن الحارث أو في أبي جهل والواحد له يدى معه ولذا معه أيضا مشاهدين الكرام نواصل في البيان القرآني وفي قوله تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنهر هذا في آل عمران وقال تعالى في سورة فاطر وإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور هنا لماذا لحقت الفعل دكتور كذبت لحقتها علامة تأنيث في سورة فاطر ولم تلحق في سورة آل عمران مع اتحاد نائب الفاعل يعني رسل نائب فاعل في الاثنين وهو جمع التكسير وجمع التكسير يجوز معه أن تلحق الفعل على علامة التأنيث على تقدير جماعة أو لا تلحقه على تقدير جمع لكن لماذا لم تلحقه في آل عمران ولحقته في فاطر السياق له دوره يعني السياق لنرى في سورة آل عمران فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات هنا جاءوا لم تلحقه علامة تأنيث لم يقل جاءتهم البينات لم يقل جاءتهم البينات جاءوا بالبينات لا يصطح أن تأتي في تأ صحي نعم فهنا هذه الصفة التابعة لرسل ليس فيها تأنيث فلذا الفعل لم تلحقه التأ فناسبه كذبه لم تلحق التأ أما في فاطر وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبوة إلى الله ترجع الأمور هنا تأ تأ فناسبها التأ تأنيث نعم المناسبة نعم المناسبة اللفظية المناسبة اللفظية نعم إذن مشاهدين الكرام سنكبل فقرة البيان القرآني من المتشاب اللفظي في سورة آل عمران الجزء الخامس بعد هذا الفاصل نواصل المشاهدين الكرام إذن في البيان القرآني وقد وصلنا إلى قوله تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير في آل عمران وفي سورة فاطر وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب وبالكتاب المنير هنا دكتور لماذا زيدت الباء في سورة فاطر وبالزبر وبالكتاب المنير وحدثت في آل عمران سورة آل عمران الآية بنيت على الاختصار مع وضوح المعنى فلذلك أتى فإن كذبوك أتي بالماضي ولم يؤتى بالمضارع فقد كذب رسلهم فعل مبني لما لم يسمى فاعله أما في فاطر فبنيت على البسط فسورة العمران لما بنيت على الاختصار مع وضوح المعنى حذفت الباء أما سورة فاطر فبنيت على البسط وإن يكذبوك فأتي بالفعل الشرط بالمستقبل ثم جواب الشرط فقد كذب الذين من قبلهم مبنين للفاعل فأتي بعد ذلك بحرف الجري لتستوفي يناسب هذا البسط نعم يناسب البسط في قوله تعالى أيضا وإن تصبر وتتق فإن ذلك من عزم الأمور في آل عمران وقال تعالى في سورة لقمان واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال في الشورى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور هنا لماذا زيدت اللام دكتور في الشورى أولا كل آية أتى التوكيد فيها بما يناسبها يعني مثلا الآية الأولى قبلها لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وقع الإخبار بالابتلاء في الأموال والأنفس وسماع الأذى من الذين من قبلكم ومن الذين أشركوا أربعة أشياء فناسبها عدم الذكر اللام أيضا كذلك في آية لقمان أشير فيها إلى أربع خصال أمر بها لقمان ابنه وذلك قوله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك أربعة أشياء أتبعت إن ذلك من عزم الأمور أما في الشورى ففيها أمور كثيرة تصل إلى اثني عشر ما شاء الله فناسبها اللام نعم لأنها تبدأ بالإشارة بقوله إن ذلك إلى اثني عشر مطلوبا من أول قوله تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاعوا الحياة الدنيا هذه إشارة إلى التنزه عن ذلك ثم قيل الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الإشارة إلى الإيمان والتوكل والتزام إلى آخر هذه الأمور لذلك جاء باللام هنا نعم فأتي باللام لتناسب كل ما ذكر بارك الله بكم دكتور إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة جريسون التركية حياكم الله وحياكم خيرا وفيكم الله خيرا ومسكو الختام سيكون مشاهدين مع فكرة سيرة عالم اخترنا لكم هذا الأسبوع الفراء أمير النحو إلى اللقاء أبو زكريا يحيى بن زياد الأسدي الكوفي ولقب بالفراء لأنه كان يفر الكلام أي يصلحه ويغلب الخصوم ولد الفراء في الكوفة سنة 144 للهجرة ثم انتقل إلى بغداد ولم يخرج منها إلا قليلا لزيارة أهله في الكوفة أخذ عن الكسائي والرؤاسي وقيس بن الربيع وسفيان بن عيينة وغيرهم وأخذ أيضا عيونس بن حبيب من البصريين روى عنه سلمة بن عاصم ومحمد بن الجهم السمري وغيرهما كان الفراء قوي الذاكرة والحفظ لا يكتب ما يتلقاه عن الشيوخ استغناء بحفظه قال ثعلب لولا الفراء لما كانت عربية لأنه خلصها وضبطها ولولا الفراء لسقطت العربية لأنها كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد ويتكلم الناس فيها عن مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب قال أبو بكر بن الأنباري كان يقال أن نحو الفراء والفراء أمير المؤمنين في النحو توفي رحمه الله في طريق عودته من مكة سنة مائتين وسبع للهجرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر